تعالوا معي إلى كتاب الله وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر والخطاب لرسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون عملية البيان محصورة برسول الله وفي بيعة الغدير حصرها بعلي وآل علي وانتهينا هذا هو منطق القرآن الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتفكرون بعد ما تبين لهم لا أنهم يتفكرون قبل أن تبين لهم ولذا هو منطق الأمير فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه بعدما أخبركم عنه تفكروا تدبروا هذا هو منطق القرآن ومنطق عليا أين هذا من منطق الطوسي من منطق الطباطبائي من منطق محمد باقر الصدر لا شأن لنا بسيد قطب ألا لعنة الله على سيد قطب حدثوني عن هؤلاء الذين تقدسونهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بعد أن تبين لهم هذه هي الأحاديث التفسيرية لماذا بايعنا عليا على تفسير القرآن في بيعة الغدير وما بايعنا رسول الله على أن نأخذ بتفسيره في مرحلة التنزيل لأن تفسيره في مرحلة التنزيل لا شأن لنا به نسخ مع مرحلة التنزيل تلاحظون أن المنظومة العقائدية التي أضعها بين أيديكم منظومة متماسكة من أولها إلى آخرها لن تجد فيها ثغرة إنها منظومتهم هم ما هي بمنظومة أنا أنا ناقل فقط وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وفي الآية الرابعة والستين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِلَّا وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِأَيِّ شَيْءٍ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ في مواطن الاختلاف وفي مواطن الهداية والرحمة وفي كل شيء فالبيان والتبيان منهم فقط لا من الطوسي هذا تبيان الشيطان تبيان الطوسي وهذا ميزان الشيطان وهذه المدرسة ليست القرآنية هذه المدرسة الشيطانية هذه مدرسة سيد قط هذه هي كتب مراجع الشيعة ما أنا قرأت عليكم من كتبه عودوا إليها بأنفسكم وتأكدوا من ذلك وهذا هو منطق القرآن وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا ذهبنا إلى سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة ويعلمهم ويعلمهم الكتابة والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وحتى بعد ذلك هم في ضلال مبين إذا لم يعلمهم رسول الله فالتعليم والبيان 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 منه لذا فإن الذين لا يأخذون منه ما هو حالهم السورة نفسها تقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار هذا مثل لهذه الأمة فالقرآن لهذه الأمة القرآن ليس لبني إسرائيل القرآن لأمة محمد فهذا مثال هذا المثال موجود في هذه الأمة مثل ما قال إمامنا الكاظم لأكبر مراجع الشيعة في زمان إمامنا الكاظم لعلي البطائني قال له يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير الإمام يشير إلى هذه الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار من هنا فإنني حين أصف هؤلاء المراجع بهذا الوصف هذا وصف قرآني هذا وصف إلهي ما هو بوصف صادر مني هذا تفسير القمي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 702 الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص ما جاء في هذه الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار ماذا قال إمامنا الصادق ثم ضرب مثلا في بني إسرائيل ضرب مثلا لهذه الأمة ثم ضرب مثلا في بني إسرائيل فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار يستمر الإمام الصادق قال الحمار يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها ولا يعمل بها كذلك بني إسرائيل قد حملوا أو حملوا مثل الحمار لا يعلمون ما فيه ولا يعملون به لا يعلمون ما في الكتاب ولا يعملون به كيف يعملون به وهم لا يعلمون ما فيه حتما إذا كانوا لا يعلمون ما فيه لا يعملون به فهذا حال مراجع النجف حال هؤلاء حال الطباطباء وحال الطوسي وحال محمد باخر الصدر وحال السستاني وحال الخوئي وحال البقية هم ينكرون الأحاديث التفسيرية إذن يحملون القرآن من دون علم بمضمونه فحينما يتحدثون عنه يتحدثون حديث الحمير هذا هو حديث الحمير وهذا هو الاستحمار ولذا صنعوا من المجتمع الشيعي مجتمع حمير أتحفون بالوثيقة الدخية وهذا الذي يتحدث كمال الحيدري هو من تلامذة محمد باخر الصدر أتحفون ومن تلامذة الطباطباء أيضا كمال الحيدري من تلامذة محمد باقر الصدر بشكل مباشر ومن تلامذة الطباطباء بشكل غير مباشر فهو من تلامذة تلامذته من أساتذة كمال الحيدري جواد آملي هذا تلميذ مباشر للطباطباء ومن أساتذة كمال الحيدري حسن حسن زاد آملي هذا من التلامذة المباشرين للطباطباء فكمال الحيدري من تلامذة الطباطباء عبر تلامذته ومن تلامذة محمد باقر الصدر بشكل مباشر هو هو الذي يحدثنا عن واقع الشيعة وفي آخر حديثه في آخر الوثيقة هكذا يقول والله هذا هو واقع الشيعة أتحفون أتحفون واحد من الأعلاق أتحفون خمسة قال يلا نستعجي موش درها قولينا تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تجيب خلاغة أغميشيني جميع أغميشيني جميع أغميش فقوش ديخ العربي فقوش ونص عبادة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه مالي تأجيب الأسمو عرقب قال تركب مثل ما تركب نارو الآي ديخ تركب والله لا ليس العلم من جمالية هذا هو واقع الشيعة لا هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع الشيعة